لقد أحطنا علماً بتقرير أعمال اللجنة والتقارير الأخرى الواردة في إطار هذه البنود من جدول الأعمال ونودها ندلية بالملاحظات التالية ولسيما فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية سيدتي الرئيسة إن كوتيفور تؤكد من جديد على دعمها للأمم المتحدة التي تبقى الإطار المناسب من أجل فضي الخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية ومن ثم تود كوتيفور أن تؤكد من جديد بمناسبة أعمالنا على دعمها التامة لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 كما نرحب بدعم أكثر من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة لهذا الحل التوافقي الذي يتماشى مع القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة إن هذه الجهود الفعلية التي تبذلها مملكة المغرب تحظى بإشادتنا والتي تسعى من خلالها إلى منح صلاحيات للسكان المحليين والمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للصحراء هذه الاستقلالية تتجسد من خلال مشاركة السكان في مختلف الانتخابات المنظمة في المغرب هذه المشاورات والسيام الأخيرة التي نظمت في سبتمبر عيلول 2021 تعتبر فرصة بالنسبة للسكان في المنطقة أن يعينوا ممثليهم على نحو ديمقراطي والمشاركة على نحو منتظم في مختلف الندوات ودورات اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار على صعيد الاجتماعي والاقتصادي نرحب بالاستثمارات التي نفذتها المملكة المغربية من أجل تنمية الصحراء التي حققت مؤشرة تنمية استثنائية إن تعزيز حقوق الإنسان الذي رحبت به العديد من قرارات مجلس الأمن ولسيما القرار 26-54 تعتبر من بين الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في هذه المنطقة بشأن الإدعاءات المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في مخيمة تندوف فهي تبقى مصدر قلق بالغ بالنسبة لوفد بلدي ونناشد باحترام توصيات المفوض السامي لحقوق اللاجئين والقانون لسان الدول وكافة القرارات لا تأصل لمجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر